يعني خلافا للمؤشرات خلال الساعة الماضية بانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من مخيم الفارعة الى الجنوب من مدينة طوباص في هذه الاثناء نشهد الدفع بتعزيزات عسكرية اسرائيلية جديدة الى عمق مخيم الفارعة وهناك طبعا استمرار لحالة التوتر مع استمرار هذا الاقتحام لجيش الاحتلال الاسرائيلي منذ ساعات منتصف الليل الذي يدخل نطاق الساعة العاشرة على التوالي حيث دفع جيش الاحتلال الاسرائيلي بتعزيزات عسكرية اسرائيلية ترافقها طبعا عملية انزال جوي في محيط المخيم تحديدا في منطقة كجدة الى الجنوب من مدينة طوباص بالاضافة الى اندلاع اشتباكات مسلحة اصفرت وفق مصادر محلية وبيان تابع لكتائب شهداء الاقصى في المخيم عن ايقاع قوة عسكرية اسرائيلية في كمين محكم ورصد طبعا مركبات اسعاف اسرائيلية على حاجز الحمرى الى الجنوب الشرقي من مدينة طوباص بالاضافة لاعطاب الية عسكرية اسرائيلية واخراجها عن الخدمة في اطار استمرار عملية التصدي لعملية الاقتحام حملة مداهمات واسعة وتنفيذ حملة اقتحامات اعتقالات كبيرة في صفوف المواطنين خلال عملية المداهمة التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي في اطار استمرار عمليات الاستهداف للمخيمات في مناطق شمال الضفة الغربية ومخيم الفارعة ابرزها هنا في مدينة نابلس عند ساعات الفجر الاولى انسحب مئات المستوطنين من قبر يوسف في المنطقة الشرقية عقب اقتحام موسع شنه جيش الاحتلال الاسرائيلي هذا الاقتحام وفق وسائل الاعلام الاسرائيلية فانه تزامن مع احتفالات رأس السنة العبرية رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دا جان قال في تصريحات صحفية لبعض وسائل الاعلام الاسرائيلية بانه من قلب يهودة والسامرة من قلب قبر يوسف فان الامنيات لعام جديد اسرائيليا فيه ينتصر الاحتلال والجيش وفق طبعا تعبيره على الجبهات جميعها في غزة وكذلك ايضا في الضفة وهناك ايضا في الجبهة الشمالية مع الحرب في لبنان يعم الاضراب الشامل مدينة نابلس هذا اليوم استجابة لدعوة الفصائل والقوة الوطنية اذ انه خلال الدقائق القادمة من المنتظر انطلاق جنازة تشريع الشهداء الاربع عناصر كتائب شهداء الاقصى مجموعات شباب الثار والتحرير حيث قامت وحدة خاصة اسرائيلية باغتيالهم في اطراف المنطقة الشرقية من المدينة ولاحقا دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية الى المناطق الجنوبية قبل ان يتم تأمين انسحاب الوحدة الخاصة وانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي ساعات مساء الامس في هذه اللحظات تتحضر مدينة نابلس وتحديدا مخيمات بلاطة وعسكر لتشريع مهيب لجثامين الشهداء الاربع وهم قاد في كتائب شهداء الاقصى يتهمهم جيش الاحتلال الاسرائيلي وفق بيان للشباك بانهم قنبلة موقوطة عمل الجيش على احباطها قبل تنفيذ سلسلة عمليات تستهدف اهداف عسكرية اسرائيلية واستيطانية في مناطق الضفة الغربية وفي مناطق العمق ايضا تبعات ما يحدث في مناطق الضفة الغربية انتقلت الى الغرب من مدينة سلفيت تحديدا في بلدة الساوية حيث نفذت جرافات الاحتلال الاسرائيلي منذ ساعات صباح هذا اليوم عملية هدم طالت اربعة منازل في المنطقة في منطقة خلت نجوان في بلدة الزاوية الى الغرب من مدينة سلفيت المنازل كانت طبعا قد انتهى العمل من العمل على انشائها وباتت جاهزة للسكن لكن القرارات الاسرائيلية استبقت كل احلام الفلسطينيين في هذه المنطقة شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الزميل خالد بدير مراسل الغد كان معنا من نابلس شكرا جزيلا على المدينة جزيلا شكرا